اشتركوا في القناة أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وآله فقال له يا رسول الله ادعوا الله أن يرزقني مالا يطلب الغناء فقال له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويحك يا فعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه أما ترضى أن تكون مثل نبي الله يعني نفسه الشريف صلوات ربي وتسليماته علي وآله يقول أما ترضى أن تكون مثلي أما ترضى أن تكون مثل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فوالذي نفسي بيده لو شئت لو أردت لو اخترت لو شئت لسارت معي الجبال ذهبا وفضا وقد عرضى عليه هدف الحديث الصحيح عرضاه عليه جبريل إن شئت يا محمد سارت معك الجبال ذهبا وفضا فكنت أغنى الناس وإن شئت عشت الحياة العادية يقول عليه الصلاة والسلام فأومأ إلي جبريل بجناحه أن تواضع جبريل لقنه قال لا تختار الأولى لا تريدها أنت لا تحتاجها أومأ إليه بجناحه أن تواضع قال فقلت بل أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك فاختار ما هو أزكى وأوقى وأبقى صلوات ربي وتسليماته علي أما ترضى يا ثعلبة أن تكون مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده لو شئت لسارت معي الجبال ذهبا وفضا قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا فوالذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطينك الذي حق حقه يقسم فالآن عندي هذه النية وأقسم عليها فدعا له عليه الصلاة وأفضر السلام مستجاه بالدعوة رجل فقير سعلوك لا شيء عنده بدحوة واحدة سيصير من أغنى الناس والنبي يعلم أنه إن دعا لبي وهو يعلم أن النبي إن دعا له غني قال اللهم مرزق فعلبة مالا مالا أي مالا كثيرا يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاتخذ غنما اشتر شوي هاتيك كم من غنمه فجعلت تتناتج وتكثر كالدود بركة عجيبة العشر تصير مئة المئة تصير ألف الألف عشرة آلاف تتناتج وتتكثر كالدود يقول أبو أمامة الباهلي قال حتى ضاقت عنها المدينة مكانه في المدينة ضاق عنها فخرج خارج المدينة نزل واديا عشان يتسع لكل هذا الطرج لكل هذا المال الكثير فتنحى خارج المدينة قليلا فعلب ابن حاطب أنصاري وجعل يصلي الظهر والعصر جماعة يصلي في الجماعة ولا يصلي سوهم أي جماعة البقية يصليها في ماله مش فاضي مكفي اثنتان تكفيان يقول ثلاثا نصليها في المال وكذا شغلنا بالمال وهي لا تزال تتكاثر كالدود حتى جعل لا يصلي جماعة إلا الجمعة ترك في بعض الروايات عند غير الطبري أعتقد عند الطبراني على ما أذكر من سنوات بعيدة كان يلقب بحمامة المسجد لأنه كان محافظا على الخمس الصلوات جماعة خلف رسول الله الآن حتى أي الجماعات كل الجماعات لم يعد إلا الجمعة وهي تتكاثر كالدود حتى ودع أي ترك الجمعة والجمعة في الصحيح من تركها ثلاثة مرار متتابعات من غير عذر طبعا من غير عذر طبع الله على قلبه ما الكبار ترك الجمعة من غير عذر ما الكبار وفيه تفاصيل طبعا على كل حال ترك الجمعة وجعل يتلقى الركبان يسألهم عن رسول الله وعن المدينة وعن الصحابة وإيه الصار وإيه حدث انقطع انقطع من رسول الله ومن أصحاب رسول الله يتندس الأخبار من الركبان يسألهم ثم إن رسول الله صلواته ربه وتسليماته عليه سأل ما فعل فعل هذا تذكره افتقده فترة طويلة ما فعل ثعلب فأخبروه بخبره يأصر الله كثر ماله كدود لا يصلي الآن هو يصلي وحده منفردا حتى الجمعة لا يصليها خلفك ويح ثعلب يقول عليه الصلاة والله الصلاة ويح ثعلب ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها فرض الزكوات ثم أنزل عليه فروض الصدقة إنما الصدقات والفقراء والمساكين والآيات هذه كله حتى آيات المقام من سورة براءة أو التوبة فأرسل عليه الصلاة وأفضل السلام رجلين مصدقين المصدق هو جامع الصدقات جامع الزكوات يسمى مصدقاء أرسل رجلين من أصحابه مصدقين رجلاً من سليم من بني سليم يعني سلمي ورجلاً من جهين جهني وكتب لهما كيف يجمعان الزكاة للصدقة المفروضة يعني من كل أربعين شاتاً مثلاً شاءوا هكذا علمهم كيف فروض النصاب والحق الواجب في كل نصاب وأمرهما أن يمر على ثعلبة ثعلبة في الباء والخاطر وما له كثير وحلف يميناً وأشهد الله ورسوله سنشوف اللهم لا تمتحننا وإذا امتحنتنا فثبتنا ولا تخيبنا يا رب العالمين والله الأمر جد يا إخواني وأمر خطير الأمر جد والأمر خطير نعوذ بالله من الغرور نعوذ بالله من الأوهام نعوذ بالله من الأحلام ونالكذب على النفس قبل الكذب على الخلق فمر عليه وأقرآه كتاب رسول الله قال هذا كتاب من رسول الله في فروض جديدة الزكاوات وهذا الأنسباء وهذه الحقوق المفروضة اقرأ فألقى نظرة قال ما هذا هذه جزية هكذا يقال لفرض الله في كتابه قال هذه جزية أو أخت الجزية إن لم تكن جزية فهي شبيهة جدا بالجزية تحيان لا إله إلا الله هذه جزية أو أخت الجزية لا أدري ما هذا قال أنا ما عندي علم ما هي الأمور هذه بصراحة أمور عجيبة قال هذه الفقيلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله العام يقول ما تكون شيئا على الفقير وفعلا لأن الفقراء أكرم الناس وأجود الناس والإحناية جدا منهم منه طبعا منهم من هو كزاز بخيل مستيك لا يبض بقطرة شيء غريب قال ما أدري ما هذا ما هذا هذا أمر الله يا رجل وهذاني رسول رسول الله قال ما أدري ما هذا انطلق كمل الشغل قال لهم رحوا كمل شغل مع الناس الآخرين ثم عود إلي لأرى رأي بفكر بشوف كيف فأضرب أخماسي في أزداس وبعدين روح روح فانطلق إلى سلامي إلى رجل من بني سليم وهو علم أنهم آتيان يأخذان الصدقة فعمد إلى أحسن أسنان إبله وإن أحسن قعود أحسن جزور أخذ الأفضل الأفضل فعزلها يقدمها صدقة هذه الصدقة مطلوبة شيء شاء له البدن نسأل الله التوفيق اللهم موفقنا ولا تقذلنا ولا تسقطنا من عينك يا رب العالمين توفيق توفيق إلهي نحتاج للتوفيق من رب العالمين هذا موفق مسعود أحسن ما عنده فلما أتيا استقبلهما بها بأحسن ما قال لا 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 ما نطلب هذا ولا نأخذ منك هذا النبي قال لا تأخذ الردي ولا تأخذ الشريف أحسن شيء الوسط خذ من أموال الناس شوف الحكمة كيف والرحمة بالناس الوسط ما تعطيش لله ورسوله الفقراء أردأ المال وما تأخذش من الناس أيضا أحسن مالهم فتوجيعهم لا هذا خدم أحسن ماله طواعية وسماحا طواعية وسماحا عن طيب نفس قال خذوه طيبة به نفسي وإنه لي ومن مالي فأخذوه منه رضي الله تعالى عنه وارضا ولما فرغ من عملهما على هذا وهذا وهذا أعاد إلى ثعلبا فقال أروني مرة أخر بشي مسدك أروني إيش الكتاب هذا إيش المطلوب من كل أربعين شاشات كثير يعني 2 ونصف المئة من كل أربعين واحد 2 ونصف المئة قريل جدا جدا قريب عند النصارى الزكاة 25% خمس الغنائم 25% فقال ما هذه إلا جزية يكرر كلامه أو أخت الجزية انطلقا روحوا مش هاطيكوش على الحين روحوا نشوف كيف فأقبل إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضه السلام فلما رآهما قبل أن يتكلم بادرهما ويح ثعلب ويح ثعلب ثم جعل يدعو للسلمي اللهم بارك اللهم أعطي اللهم ثمر اللهم أقلف على السلمي نبي يوحى إليه يا أخي يرى ما لا نرى ويعرف ما لا نعرف لا إله إلا الله وهذه من آياتي طبعا يريها لأصحابي دائم عشان إيه يتعزز الإيمان شفوها فأخبراه بخبر ثعلبا قال حدث معه ما قصصت عليكم كذا وكذا 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 قال ويح ثعلبا ويح ثعلبا وأنزل الله تبارك وتعالى ما تلوته عليكم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا يقول والله لئن آتاني الله مالا لأصدقان اللام موطع إلى القسم هذه اللام هي الموطعة للقسم والخبر أثبت هذا هو أقسم أقسم أمام رسول الله بين ذي رسول الله لئن هذه اللام موطع إلى القسم والله لئن آتاني الله من فضله لنصدقا وهذه اللام وقع في جواب القسم الثانية لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتوهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم الله يعني الفعل هو الله فأعقبهم أي الله عز وجل نفاقاً في قلوبهم قرّى واستقرّى وثبت ورسخ عن نفاق انتهى لا يغادر هذا القلب وتوبة مثل هذا الذي أعقب نفاقاً لا يزول غير مقبولة كذاب منافق كذاب كذاب لن يتوب محروم التوبة من أجل الناس من أجل أن لا يقال نزل فيه القرآن وقال فيه الرسول كذب الله قال هذا فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوهم آه الله هنا يعرض يقول أنا كنت عالماً قبل أن أرزقه أنه كذاب وأنه حين عاهدني وأقسم باسم الجليل كذاب فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيراً لهم الله يعلم صدق العبد وكذب العبد في نيته العبد لا يعلم أحياناً أكثر ما يكذب العبد اللهم لا تجعلنا منهم إنما يكذب على نفسه يغر نفسه يغر نفسه بنفسه ومن نفسه والله يكذب هذه الخطبة على فكرة لم تأتي لكي نقص هذه الحكاية والتي قد يفرح فيها بعض المغرورين الحمد لله ما هو الحمد لله الله أعلم يوجك أن يكون كثيرون مننا على هذه الصفة ونحن لا ندري تبه لا تفرح وتضحق إنه إيش الصحابي هذا اللي عمل هيك وأصبح المنافقين لا 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 القضية أخطر مما تظنها هذه الخطبة معقودة لهذا الموضوع بالذات وليهذا السؤال سنترح سؤالاً